النون والميم المشددتين النون والميم المشددتين ما تعرفهما؟ النون والميم المشددتين هما الحرفان هما الحرفان الذان عليهما شدة عليهم ايه؟ شدة هنعرفين شدة طبعا؟ شدة وفتحة شدة وضمة شدة وكسرة سواء كان في وسط الكلمة مثل كلمة الناس انظر إلى النون هنا علىها شدة وفتحة من الجنة والناس من الجنة علىها شدة أو يكون في آخر الكلمة مثلا إنا أو ثم تمام هذه بالنسبة للتعريف النون والميم المشددتين ما حكمهما طبعا الغنة لازم تغن وتغن بمقدار كم حركة حركتين يعني أنا أقرأ كلمة الناس كده أقول والناس لا أقول والناس خطفا لا والناس أغنها بمقدار كم حركة حركتين فالغنة صوت يخرج من أعلى الأنف وأقصاه يعني منين من الخيشو طيب وعرفنا الغنة كم حركة تأخذ كم حركة حركتين مراتب الغنة مراتب الغنة أكمل ما تكون الغنة في الحرف المشدد إنا لما تمام ده أكمل ما تكون وتكون كاملة يعني أقل درجة من الأكمل أكمل دي صغير تفضيل يعني أقوى أكمل ما تكون في المشدد إنا الناس الجنة الجنة ثم في المشدد بتكون أكمل ما تكون وتكون كاملة في المضغم ناقص التشديد في المضغم مثلا من واق النون سكنة بعدها هواو يبقى أن يضغم بإيه؟ بغنة فهنا تكون الغنة أكمل ولا كاملة؟ لا تكون كاملة هنا قلنا الأكمل في المشدد فتكون الغنة كاملة من واق قال تعالى من يعمل سوءا يجز به من يعمل ننسكنة بعدها ياء اضغم بغنة إيبه هنا فيه اضغام فالغنة فيه تكون إيه؟ تكون كاملة المرتبة الثالثة من مراتب الغنة تكون أقل في المخفي إخفاء حقيقي تمام؟ أو في حالة الإقلاب يبقى أعلى حاجة الأكمل في المشدد الكاملة في المضغم ناقص التشديد أقل في المخفي إخفاء حقيقي أو الإخفاء الشفوي أو في حالة الإقلاب عليهم بعلم من سكنة بعدها يبقى إخفاء شفوي فالغنة هنا أقل من بعدهم من سكنة بعدها يبقى هنا فيه إقلاب يبقى الغنة ما لها؟ الغنة بتكون أقل طيب المرتبة الرابعة من مراتب الغنة أن تكون ناقصة في حالة الإظهار من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل فين هنا الغنة؟ أي صوت خرج هنا من الأنف؟ مفيش إبقى إذن هنا عندنا إظهار والإظهار تكون فيه الغنة ناقصة وأنقص ما تكون تكون في الميم المتحركتين المخفتين تكون أنقص ما تكون هذا وبالله التوفيق وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته